هبتدي بالناس اللي يعني مش مع الرئيس الحالي أو تنافس الرئيس الحالي فهسأل الدكتور ياسر انت ليه عايزني ما انتخبش عفتاح السيسي وانتخب الدكتور عبد السند يمامي هقول له حضرتك هو في البداية من مبادئ وصوابة حزب الوفد أن مصر مسئولية يجب أن يتحملها الجميع وليست غنيمة يقتنصها البعض وبالتالي حزب الوفد عندما قرر تشيح الأستاذ الدكتور عبد السند يمامي رئيس الحزب قرر تفعيل المادة خمسة من الدستور ممارسة الديمقراطية وإعلاء التنافسية لأن التناول السلم للسلطة أو التداول السلم للسلطة بسلمية هو الهدف الأسمى لحزب الوفد منذ تأسيسه لأن غير التداول السلم للسلطة سيتم التداول السلم للسلطة بس بصورة زي ما حصل في يناير أو باغتيال كما حدث في 81 وبالتالي الدكتور عبد السند يمامي يحمل من المؤهلات الكبيرة التي يتميز بها بشكل قوي جدا هو أستاذ دكتور في الجامعة مع دكتوراه في الاقتصاد واختبال حضرتك والدول الخاص وله مجموعة كبيرة من المؤلفات جوزة الخمسة وعشرين أستاذ ورئيس قسم الدول الخاص في جامعة المنوفية حصل على الدكتوراه من جامعة نانسي بفرنسا له العديد من المرافعات القوية منها أكبر قضية في الشرق الأوسط وهي قضية أبراج نيويورك حوالي خمسين سنة من المرافعات أمام المحاكم كان عضو لجنة المية في تعديل الدستور وإقرار الدستور بتاع 2012 وبالتالي هو شخصية كمان في ميزة كبيرة جدا هو حسن السير والسريرة وكذلك يتمتع بالأخلاق وحسن السباة عظيم فده أولا المبدأ هو تداون السلطة ثانيا أنت تجد في مرشحك هو الأفضل الآن طبعا تمام